في بعض كثير مساجين يعني إما انتحر منتيجة وصوله إلى نقطة يأس معاعد في استمر في الواقع اللي موجود فيه حاليا أو يجن أهلا بكم متابعين الكرام أينما كنتم هذه حلقة جديدة من الذاكرة السياسية أقدمها إليكم ونحن نستضيف في سلسلة هذه الحلقات مصطفى خليفة الروائي السوري المعتقل السياسي السوري السابق أهلا بكم معنا أستاذ مصطفى أهلا بكم نتابع في هذه الحلقات يجب أن لا أجن كان هذا قراري منذ البداية رغم ذلك كنت أحس أحيانا أنني على حافة الجنون عندها كنت أغني لكن بصمت أجلس أفكر وأفكر فكرت مرة هل يمكن الإنسان ما أن يوقف التفكير أستعرض الماضي وأحلم بالمستقبل تحول الأمر إلى عادة أحلام اليقظة أصبحت مضمن أحلامي قضى أبني الحلم شيئا فشيئا أضعوا التفاصيل الصغيرة والدقيقة مقتطف آخر من روايتكم القوقعة في وسط كل ذلك هل كنتم تعرفون شيئا مما يجري في الخارج؟ لا كان في انقطاع تام طبعا يختلف الموضوع من سجن لسجن في بعض السجون ونقول مراكز الاعتقال الأولى من الممكن بعد ماضي فترة من الزمن يعني دائما في ناس جدد بيجوا هذول الناس جدد بيحملوا لك أخبار الخارج أيها لكن بالسجن تدمر انقطاع تام عن الخارج نهائيا حتى هؤلاء الجدد بيكونوا بسجون معتقلات أخرى حتى لو كانوا منقطعين عن الخارج بيكون بالنسبة لكم الأخبار جديدة حتى لو مضع لها سنتين أو ثلاثين نعم فسجن تدمر انقطاع تام عن الخارج نهائيا لا جريدة لا كتاب لا راديو لا حتى قلم أو ورقة ممنوع كل هذا المواضيع فانقطاع تام نهائيا عن الخارج حتى وصل بكم يوم في أحد الأيام من مواسم الرياح المغبرة التي حبت في سجن تدمر الصحراوي عندما علقت جريدة صفحة من جريدة عند الشراقة المفتوحة وكنتم تتمنون ألا تذهب بها الرياح بعيدا استنفر المهجة بالكامل كل الناس اللي موجودين بالمهجة أنظروا معلقة بها الجريدة طبعا في البداية كان دعاء وابتهال أنه على وعسى تنزل لحالة على المهجة خوفا من أي حركة يقوم فيها سجناء وأن الحارس ما يحس فيها وأن الحارس ما يحس فيها نهائيا شو كان الهدف؟ رؤية معرفة ما يحصل في الخارج أو رؤية لأن معظمهم كانوا متعلمين كل هالشغلات كل هالشغلات الحرف المطبوع بحد ذات وانا هيك حكيت الحرف المطبوع بحد ذات بحد ذاته صار له سحر خاص أنه أنت ما أناك شايف حرف مطبوع صار لك مثلا سنتين ثلاثة خمسة عشرة ما أناك شايف حرف مطبوع نهائيا والناس اللي موجودين كلهم إنه عبارة عن ناس متعلمين ومثقفين وكوادر وأطباء ومهنسين يعني علاقتهم مع الكتاب والحرف علاقة كثيرة وثيقة وحميمية حتى أشكالكم ما كنتوا تقدروا تشوفوها لا أبدا ما في مرآت نهائيا أبدا ما في مرآة ما في مرآة يعني إلا بعد ما يعني بحالات معينة أديش ضال الانقطاع عن أنه واحد يشوف شكله حتى في المرآت هلا أنا بالنسبة إلي ممكن أربع سنوات وفي حالات أخرى أكثر من ذلك في حالات أخرى أكثر من ذلك بكتير يعني أستاذ مصطفى بمواضيع الأكل والشرب وذهب إلى المرحاض يعني أكرم الله السامعين وحضرتك كيف كان يحصل ذلك بمهاجع السجون الدائمة غير مراكز الاعتقال الأولى أيها كل مهاجع فيه تواليت والمسجناء نفسهم يعني يقططعوا جزء من حيزة تواليت بيحاولوا إلى حمام مشان ناس تحمام طبعا الحمام بداية نفتع الحنفية ونعبي شيء وعاء ما نعبي مي ونمسك شيء طاسي أو شيء هذا ونكب على حالنا مي نتحمام يعني وتواليت طبعا كان فيه معاناة أنه مثلا أنت تكون مثلا ستين شخص بمهاجع واحد بفيق الصبح كلياتهم تواليت واحد عادة بالدور سيجروا دور يعني بس بيصير الموضوع أصعب في فترة الأمراض التي انتشرت بس بموضوع الأكل وفهمت أنه من الرواية على الأقل أنه كان فيه فترات شدة وفترات رخاء فترات الرخاء صارت عقوبة بعد ما يعني ضلت سنوات هي سنوات قحت تماما بحيث يعني أنه حصت الواحد على فطور ربع رغيف مع ثلث حبات زيتون نفروض البيضة تقسم على أربعة بالخيط بيقسموها كل أربعة أشخاص بيطلع لهم بيضة وحدة يعني يعني المعتقلين بيقسموها ولا السجانين لا السجانين بيجيوا بالجاطات فوتوها بيطلع مثلا مهجة فيه 300 واحد 400 واحد 100 واحد حسب العدد بيطلع لهم مثلا 100 واحد فيهم 25 بيضة الجاطات اللي كانوا أحيانا يرغموا السجانين بعض المسجونين أو المعتقلين أن يضعوا أيديهم في الشربة المغلية بالشربة المغلية هاي حاسس تكررت طبعا تكررت كتير يعني ونفس المهاجئ اللي كان بعض السجان الساديين يعني بيتبول بيتبول بالأكل بالأكل نفسه أيوة وحدا عنه بالأساس الأكل نفسي يعني نوعيته كتير سيئة يعني بيجيبوا لك مثلا مرأة بطاطا مع شوية ميت بندورا البطاطا على حالة هي وتراب تبعها والطين تبعها بتشوف مرسب تحت بالجاط بدل هذا 2 سنتي أو 3 سنتي تراب بس كتير تقول حضرتك أنه كانت حتى فترات الرخاء نوع من العقوبة كيف بعد هاي هذا صار فوتوا يعني سنوات الجوع وسنة الشبع سنة استمرت هذه الحالة بمعنى أنه حاجة المهجع لنفرض ميتر غيف بيجيبو لن أربعم ميتر غيف ليه يعني فيه هدف معين هدف معين أنه ممنوع الطالع الزبالي من المهجع فالسجناء احتروا كميات الزائدة من الطعام ومن الخبز وين بدون يروعوا فيها خلقت مشاكل إلى أول ما لآخر كيف بدنا نتخلص من هالكميات فصار فيه مهمات إضافية عذاب بحيث أنه الخبز هو خبز السمون العسكري أنه بدك تتخلص من 300 غيف كل يوم زيادة فبد تمرسه بالمي ممنوع الطالع طبعا تمرسه بالمي تسوي سائل ترمي بالمرحاض ترمي بالمرحاض وهذا خلق مشكلة على الصعيد الديني على الصعيد الديني طبعا نتيجة القدسية اللي بيحملوها المتدينين تجاه الخبز أنه نعمة الله حرام ما بيجوز ترمي هذا المرحاض هاي طبعا في البدايات خلقت مشاكل كذا بالأخير الواقع كان أقوى من يعني لأنه يعطوا الفتوى بأنه يجوز ضرورات تبيح المحزورات صارت ضرورات تبيح المحزورات فصار يوميا في مهمة بحيث يتعين مثلا عشر أشخاص بالمهجع مهمتهم هو مرس الخبز وكبه بالتواليات شو أبرز الأمراض اللي واجهتوها في المعتقلات لا يوجد مرض معهدا طبعا في أمراض كانت قاتلة كتير أهم السل المرض اللي يعني أفار حيرة الأطباء كتير هو مرض الجرب يعني واستفحاله داخل هذا التهاب السحاية أيوة عادة عن أمراض العادية اللي تجي غريب قمل قامتلونزا القمل حدث ولا حرج حدث ولا حرج قمل من أول السجنة لآخر السجنة لم يستطيع سجناء التخلص من القمل موجود دائما فصار أمر عادي يعني وكانوا أحيانا يستخدمون ذلك ضدكم يعني بالشتم والألفاظ النابية وإلى ما هنالك وكأنها كانت يعني بسببكم أنتم دفع الرشاة للعسكريين يعني كان يؤتي ثماره أحيانا في موضوع جلب الأدوية نعم في حالة الجرب جرب كيف حصل ذلك حصل ذلك أنه يعني المهاجع يعني نتقول كأن نتيجة أنه واقع واحد ظرف واحد يهتم ابتكار حلول واحدة يعني دائما فيه التواصل بين رئيس المهجع وبين رئيس النوبة مثلا طبع الحراسة والسجنة أيوة فيعني هو يعقد صفقة معه يعني صفقة مع رئيس المهجع وهذا طبعا لم يتم إلا بعد ما كان فتح باب الزيارات أيضا من خلال الرشعوي اللي هو مدير السجن فصار عند السجناء الأهل يقومون برشوة رشوة أمه لمدير السجن أمه أمه لمدير السجن بروحه على القرداحة هو من قرية جانب القرداحة يدفعوا له مبلغ يعني مسقط رأس الرئيس نعم والحالي نحكي كثير حول هذا الموضوع يعني في ناس بيقولوا دهب كيلو دهب مثلا يعني يعطوه الزيارة بيجي بيزوره بس أنا بعرف شخص صديق اللي هو أهله دفعوا بوقت 300 ألف ليرا سوري بمعنى حوالي عشرة ألاف دولار بأيام فقط ما زاروا ما حكوا معه بس من بعيد خلوهن يشوفوا ابنهن وهو ماشي اطمنوا أنهو حي عشرة ألاف دولار فقط لرؤيته من الخارج رؤيته من الخارج بينما زيارة اللي بدأت كسوفة مثلا بغرفة أو على الشبك كانت تكلف أكتر بهذه الفترة هايوات صار عند المساجين مصاري نتيجة هذه زيارة رأيهم يأتون بأموال يأتون بأموال منيحة يعني يعني يعرفوا كانوا في بعض الناس كانت بيع بعض أملاكة مش هنتأمن مبلغ محرز تعرف أنه ممكن هاي زيارة ما بصير في غيرها يعني بس السجانين ما كانوا يحتجزوهم أو ياخدوهم الأموال لا هاي السجان اللي على مستوى صغير وكذا هذا ما بسترجي بس تضطروا تعطوهم إياهم لجلب الأدوية مثلا بعدين هاي عن طريق رئيس المهجة بصير في صندوق عام بالمهجة بلمم مصاري مشان جلب الأدوية بتم رشوة رئيس النوبة أو بسعمو مساعد أنضيبات السجن مساعد أنضيبات السجن نعود إلى سياق المصطلحات البلديات 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 هاي بتدمر في سجنين متجاورين يعني الحيط على الحيط سجن لألنا للسياسيين بشتة تنوع وانتماءات يعني معتقلي رأي معتقلي رأي السجن الآخر هو سجن للعسكر العسكر اللي ارتكب جريمة أثناء خدمة العسكرية اللي مثلا فرر من الجيش بعقوبات مختلفة يعني ارتكب أي جريمة أخرى مثلا سرقة قتل جريمة أخلاقية كذا داخل الجيش بيجيبوه بيحاكمه بيجيبوه بيحطوا بسجن فهدول البلديات هني جزء من المساجين العسكر اللي مزجونين بالسجن التاني بيجيبوه للخدمة هدول أيضا بعد فترة من الفترات هدول نتيجة الجو العام بيستشرسوا بيستشرسوا هذا التوحش العام عدوى يعني السجنون أيضا يعقبونهم هم أو يستخدمونهم يعذبون أيضا طبعا يعذبوا وهنا يعني من أحقر الفئات اللي موجودة بالمعتقل أو بالسجن رغم هالشي هذا أمام السجن الرأي نتيجة أنه هن هن الحلاقين اللي بيحلقوا الشعر اللي كمان كان يصير فيه تعذيب في خلال الحلاقة بالضرب على الرأس هن اللي بيجيبوه هذا والسجان بيشجعوه نضربوا بيستشرفوا شيئا أيضا يمكن بيصير لهم حظو أكثر عن السجن يصابوا بعدوى وطبعا كمان هم نقول حسب تركيبته النفسية حسب تربيته حسب أخلاقه حسب الصلاة كانت ممنوعة صلاة ممنوعة بالمطلق واللي بيشوف بيشوفوها بيصلي يعني قد يكون النهاية قد وإلى ما كان المعتقلون يلجؤون بس هو قاعد بيصلي الصلاة في سره يعني بيصلي بيصلي يعني بدون الحركات المعتادة يعني حتى في شيء مرتبط بالمنع هذا متعلق حتى بمن يذهب إلى المشنقة إلى الإعدام نعم يلصق لاصق على فمه يعني بالبداية كان صار بعض المسائل بمعنى أنه السجين اللي رايح صارت الحبل برأبته مؤمن بيكبر بيكبر وصاروا المساجين الله أكبر الله أكبر بيصيح بيطلع صياحة كتير لجأوا السجان عاد مجموعة من الإجراءات منها تكميم السجين بلاصق بلاستر بحطه وهو ترايح كي لا يكبر قبل الشنق نتابع بعد الفاصل أستاذ مصطفى شكرا لوجودك معنا مجددا مشاهدين الكرام ومتابعين أينما كنتم نتابع بعد هذا الفاصل في الذاكرة السياسية مع مصطفى خليفي المعتقل السياسي السوري السابق والروائي الشهير ابقوا معنا يظلوا بالسجان حتى يعني ممكن عشر سنين عشر سنين حتى لو حكموا براءة حتى لو كان كافي مهجع بتدمر اسمه مهجع البراءة كل من داخل هذا المهجع محكوم بالبراءة طب بصيروا عملوهم أحسن ولا لا أهلا بكم متابعين الكرام أينما كنتم هذه الذاكرة السياسية مع مصطفى خليفي المعتقل السياسي السوري السابق والروائي السوري الشهير أهلا بكم معنا أستاذ مصطفى مر جديد فمي مقفل أحن إلى الكلام أشتاق إلى أن أسمع صوتي أنا أحلم أحد أحلامي الصغيرة وقد صغرت كل أحلامي أحلم أن أعيش ولولي يوم واحد فقط في زنزانة انفرادية في صمت مطبق لا ضجيج لا نظرات عداء لا نظرات احتقار وأنام خلاله نوما عميقا أحلم أن أستحم ولولي مرة واحدة فقط في حمام السوق أحلم أن أقف على الرصيف أحلم أن أسير في شارع هادئ ظليل أحلم بأمي وهي توقظني صباحا وأنا أرفض دلالا أن أستيقظ أحلم بشخص أي شخص يقول لي صباح الخير طبعا هذه الأحلام هي أحلام صغيرة هي أحلام كل سجين بأغلبها يعني ما عدا مسألت التواصل مع الآخرين لأنه كان له وضع خاص ما كان حدا يحكي معه ولا هو يحكي مع أحدا وهذا الإنسان بطبعه كان اجتماعي نعم هو بحاجة تماما للتواصل الإنساني مع الآخرين والتواصل الإنساني مع الآخرين يتم عبر الحوار عبر الكلام عبر هذا هو كان محروم من هذا التواصل لذلك صار حلم صار حلم بالنسبة لله أن يتحدث أما باقي الأشياء يعني أن تسير في شارع عن ظليل أو أن يستحم في حمام السوق هذه كانت أحلامية كل سجين بطبيعة الحال بموضوع المصطلحات أيضا أو بموضوع الاتصال كذلك الاتصال كان مصطلح بحد ذاته لأنه كان في طريقة للاتصال يعني ضرورة أم الاختراع كما يقال كيف كان يحصل ذلك الاتصال بين المهاجع بين السجون والمعتقلات بالعادة يعني على أكثر من المستوى المستوى الأول داخل السجن الواحد نفسه هي المهاجع متلاصقة يعني بين المهجع والمهجع هناك حائط مشترك على الأغلب كان يتم التواصل عبر النقرة على الحيطة يعني كان من زمان يعني كانت لسه أبجديد مورس ما كتير صارت أديمة فكان في بعض الناس يعني يعرفون أبجديد مورس أبجديد مورس كانت فيها إرسال البرقيات نقرة شحطة نقرة نقرة شحطة يعني فكان عبر الحائط واللي كان يعرف أبجديد مورس يعلمه لباقي السجناء كل طريقة لها معنى كل نقرة كل حرف إشارات معينة يعني فكانوا عبر الحائط طبعا يتبادل المعلومات البسيطة يعني مثل مثلا كم واحد انتم بالمهجع جاكن حدا جديد تعرفوا شيء عن أخبار الخارج في شيء كذا لسه في اشتباكات مثلا طبعا كحركة دينية يعني كانت فاتو كان فيه اشتباكات لسه بين الطليعة المقاتلة والنظام والسلطة يعني يعني وانه لا زال فيه اشتباكات ولا بطلوا في شيء يعني أكثر شيء بنسئل عنه يعني في شيء إشاعات برا بأنه بده يصير في عفو مثلا فهي المسائل كان يتم تبادلها عبر الحائط طبعا بالمهاجع اللي يتوفر فيها شخص يجيد أب جديد مورس وشرط يكون المهجع الملاصق له ينوجد أيضا شخص آخر يجيد أب جديد مورس تمام كان في داخل المهجع عندكم ما يسمى بالحفظة حفظة ما يحفظون ما بكل مهجع بكل مهجع الحفظة في البداية بدأت بتحفيز القرآن في هناك رجال دين يحفظون القرآن أو يحفظون معظم القرآن تعاونوا وتكاتفوا بحيث أنه استحضروا القرآن شفاهيا من الغلاف للغلاف تولوا ربعا من ضمن خلينا نقول فعل الخير بالنسبة لهم يعني أنه تحفيز القرآن للشباب واللي لا يحفظوا القرآن وهذا كان يعني خليني أقول سند قوي جدا للمتدينين يعني أطراف الحركة الدينية أن يتلل القرآن عزاء عزاء للنفس سند معنوي لهم يعني يقويهم يقويهم نعم يقويهم من الداخل فكان هذه الحفظة هنا كانوا يحفظوا القرآن وحضرتك كنت تحفظ أيضا أو يعني بالمعية أو صديقك بطل آخر بالأساس كانت حفظان كتير قرآن يعني وكذا صديقي ما سألته هنا هي ما بعرف يعني هو مسيحي إذا كان هذا بس حفظ يعني صاروا يعرف كتير وبفهم كتير بموضوع الدين الإسلامي وحكام الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية حتى ببعض الصلاوات يعني يعني سنوات طويلة جدا وحوالي يعني تتكرر المواضيع بس بالنسبة للحفظة ليس فقط القرآن أيضا بعدين طور الأمر صاروا يحفظوا معلومات أيوة في البداية يحفظوا أسماء اللي ذهبوا للإعدام اللي بديروا على الإعدام في دفع مثلا من المهجة بديروا حتمانة إعدام بحفظوهم معلوماتهم وعنوانهم اللي بقيانين أحياء يعني بدون ينظلوا أحياء وبيكرروا وبيكرروا وبيحفظوا يعني أنه فلان فلاني من مدينة كذا بيته كذا عنوانه كذا بالمستقبل فيما لو حدثوا أنه طلع أحد الحفظة إلى خارج السجن تم إخلاء سبيله أو الإفراج عنه هو المفروض يروح يبلغ أهالي الناس هدول ومصير أبناء أبناء كان كذا كذا تم إعدامه بتاريخ كذا هل كانت تصير بعد محاكمات أم لا هل هي المحاكمات الصورية التي حكينا عنها قبل شوية يعني دقيقة دقيقة تحكم على الشخص تسألوا تفتح له مجال الكلام هذا غير ممكن دقيقة واحدة يبلغوا بالحكم ويروح وكلهم عادة بيكونوا إعدام لا في ناس كثير هناك في ناس حكموا براءة ويطلعوا كانوا تحت السن القانوني عند اعتقالهم يعني ينحكموا براءة في داخل المعتقل ويطلعوهم لا ضلوا يضلوا بالسجن حتى يعني ممكن عشر سنين ممكن عشر سنين حتى لو حكموا براءة حتى كان كافي مهجع بتدمر اسمه مهجع البراءة كل من داخل هذا المهجع محكم بالبراءة طب بصيروا يعملوهم أحسن ولا لا لا نفس الشيء لا أبدا والأعدامات أيضا تتم يعني على الفور بعد إصدار الحكم لا لا مو مو على الفور تجي لوائح تجي لوائح يعني يصدر الحكم بعد أيام مثلا بعد أيام ممكن تروح أسابيع ممكن تروح كيف كان يتلقى من سيعدم خبر حسنا الله كيف يحضر التحصول إنا إليه وإنا إليه لراجعون ويتلوا آيات قرآنية يشلح تياب وإذا كان في عنده تياب يعني إلى حد ما الجاهز يعني صالح على الاستعمال لسه إذا كان صالح على الاستخدام صالح على الاستخدام بشلح يعطيه للناس اللي بقيانين مشان يستفيدوا منه ويلبس اللباس ما هو رف رف يعني للكب هو رايح ورايح وبيطلع يعني رابط الجيش وممكن يصلي له ركعتين قبل ما يطلع يعني ما كان يعني ما كانت تشوف حالة يضعفوا فيها بالعكس كان في كثير ناس العكس يعني كان في أنه خلصت الموت حق وإنا إليه وإنا إليه لراجعون إن لله وإنا إليه لراجعون وخلصت من هذا الجحيم وخلصت من هذا العذاب وبيودع الناس بيبوسهم يعني أنا لم أشاهد أي ضعف يعني وسأل طبعا سألت كتير ناس يعني قد يجوز نحن مو من الناس اللي شفنا كتير حالات يعني لكن الناس اللي عايشوا الموضوع لفترة سنوات طويلة يعني سألت أنا يعني مثلا كان عندي صديق أصدر رواية يمكن كمان مهمة عن السجن اسمه ناجن من المقصدة وكمان كان من مهجة البراءة اسم محمد بره نعم أيوة أنه فيه كان حالة ضعف لم يذكر لي أحد أنه صار فيه حالة ضعف أو إنهيار أستاذ مصطفى حتى عمليات جراحية كنتم تجرون في داخل المهجة يعني كان فيه نسبة كبيرة من الأطباء كان عادي يعني كانت المواد متوفرة كانت تجري فيها ما عادي يعني كانوا يلاقوا بسمار بالساحة بالصدفة مثلا أو بشي محل بيجيبوه على المهجة بيضل يحكوا فيه حكوا فيه حكوا فيه مثلا يطول عملية لمدة شهر طبعا أكتر شيء متوفر بالسجن هو الوقت والزمان فلا بينما يكون مثلا حولوا إلى آدات حادة قد تستخدم بالهداة إذا بالتهريب أو بالغلط كانت فايته ساعة مزالا فالأجزاء الداخلية منها هذا أو الغطى الغطى الساعة الخاري اللي من تحت كمان بيبردوه بيبردوه بيحولوه كأنه بصير مشرط بالمناسبة اللي يساولوا عملية جراحية بالزائدة طلعا من السجن ورا على الإمارات وفا بالإمارات ونعود معك الآن إلى لعبة المصطلحات كما سميناها أستاذ مصطفى نصل إلى تدفئة المعتقل تدفئة السجين معتقل بمعنى السجين وليس تدفئة المعتقل كمعتقل نعم هاي يعني كتير جزئية بسيطة أو كذا ومصطلح يكون مثلا نفرض شخص ما بمعنى هو صاحب هذا المصطلح بمعنى دفيه بمعنى عذبه عذبه قتله طبعا يعني ضربه ضربه بحيث أنه جسمه يدفى هاي هي كل القصة يعني هذي فترات البرد الصحراوي القارس لا دخلا ودفيه دفيها دفيه بمعنى أشبيعه ضربا حتى جسمه يصبح حرا بس حتى في ليالي احتفالات في الخارج ليالي رأس السنة إلى ما هناك كان في بعض الأحيان بعض الجنود يعني يأتون إلى ساحات المعتقل ليتسلوا ببعض المعتقلين نعم هاي جرت يعني دائما يمكن كل سنة يعني خاصة في فترة رأس السنة طبعا الطاقم اللي بيكون مناوب داخل السجن يحمل وزر مناوبتوا داخل السجن للسجناء نفسهم اندعوا يعني يا كزا ومناعتونا نحتفل مع أهلينا ومع عائلاتنا برأس السنة يعني فيصبوا جامع غضبهم على المساجين يعني بتسلوا بحفلات تعذيبهم تعرف رأس السنة بتكون من أبرد الأيام يعني وبهذه الملابس المهترئة واللي لا تقي من البر نيائيا يعني وهذا حفلة العذاب قد تستمر ساعات يعني أيضا بحفلة من حفلات العذاب ممكن أن يكون الضحية مثلا عدد من السجناء يعني يقتلون يقتلون يموتون يعني يموتون إما بردا أو تعذيبا نختم معك هذه الحلقة أستاذ مصطفى خليفي ولكن نتابع على بودكاست العربية بقراءة مقتطفات من رواياتكم القوقعة بصوتكم شخصيا ونتابع في بداية الحلقة المقبلة تلفزيونيا شكرا لوجودك معنا إذن نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة مشاهدين الكرام ومتابعين نرجو منكم أن تتابعونا أيضا على بودكاست العربية ونتابع وإياكم تلفزيونيا في بداية الحلقة المقبلة مع مصطفى خليفي الروائي المعتقل السياسي السوري السابق يعني هي عملية إذلال أنه تجي تسجني 15 سنة وبعد 15 سنة تجبرني أنا أكتب لك برقية أشكرك فيها أشكرك في القناة